حديث عرس ابن عميرة رضي الله عنه وهو له صحبة كما قال أهل العلم وهو قال إذا فعلت الفاحشة في الأرض فمن شهدها فأنكرها أو أبغضها كمن لم يشهدها ومن لم يشهدها فرضيها كان كمن شهدها شاهدتم كيف؟ يعني سمع إنسان بمنكر في مكان قالوا والله رحت علينا البنت هادي اللي مسك العصايا هادي وكانت متبرجة ويتحرشوا بيها ويتضربوا بالعصايا وقالت كنت معاهم داكنا نقول عياذا بالله هذا له وزر من شهد ورضيا الله يعافينا وإنسان رأى منكرا أمامه فقال أعوذ بالله الله يعافينا اللهم يعافينا والحمد لله يعافينا بالتناضيين وكره ذلك كان كمن لم يشهدها فلا يضرك أخي الحبيب أن ترى منكرا فأن تأمر وأن تنهى عنه وإن كنت أنت تأتيه يكفي لك أن تجب تأتيه بينك وبين الله عز وجل كل أمة معافة إلا المجاهلين ويكفي أن لا تجمع عليك إثمين إثم الفعل وإثم عدم النهي عنه ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَسَ مِنْ مَظْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَذَمَّهُمُ اللَّهِ بأنهم كانوا نامون بالمعروف وَلَا يَنْهَوْا عَنِيشِ وَيَكْفِي أَنَّ خِيْرِيَةِ الْأُمْلَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ كُلْتُ بِحَرُومَةِ الْأُخْرِجِ ستأمرون بالمعروفين وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لكن الكمال إن شاء الله عز وجل والكمال العزيز هو أن تكون مصدقاً بفعلك قولاً بقولك فعلك هذا هو الأكمل إن شاء الله لكن لا يمنعك ذلك من أن تأمر وأن تنهى وإن كنت لست على الصورة التامة الكاملة هذا ما أرد أن أبينه حتى لا يشتبه علينا ذلك أيها الكرام الفضلاء